فالإطار خرجت جمعية تدفع الأجمعيات تدفع على الرجل وكتعتبر هذه المطالب التي تدفع الحركة النسوية تضر بالمرأة لكن مجرد ما رفع صوته ما رفع جمعيات اللي كينين خرجت عدد من المنابر تتحجمهم عدد من الحركة النسوية تتحجمهم وشوصنا الدكتور عيصام لمرحلة استئسادة الحركة النسوية وتغولها لها الدرجة نعم هذا صحيح هذا في الغرب وعندنا أيضا للأسف شديد خاصة مع سكوت كثير من العلماء وكثير من أهل الفكر والفضل وعدم كلامهم في هذا الموضوعات فصار الجو خاليا لأمثال هؤلاء أن يفعلوا ما يشاءون وأن يقولوا ما يشاءون وعندهم طرق خبيثة للتأثير على المخالف إرهاب معنوي يمارسه على المخالف نبزه بالذكورية نبزه بأنه ذو فكر قروسطي يرجع إلى القرون الوسطى اتهامه بأنه يحتقر المرأة أشياء كثيرة يمكن أن يتهم بها الرجل الذي يمكن أن ينتقد الحركة النسوية ففي ظل غياب الصوت الآخر وهذه فرصة لأن نذكر هذا الأمر لأنه لسه في الشديد الكلام الآن عن تغيير مدونة الأسرة حين نتكلم عن هذا معنى تغيير قوانين لها مساس بالمسلمين في هذا البلد كلهم أين علماء المسلمين في هذا البلد أنا من أشد الناس دفاعا عن العلماء لكن في حقيقة في بعض الأحيان أجد صعوبة في الدفاع أطلب منهم أن يبينوا أن النقاش هذا ليس بين النسوية والمتنورين والحداثيين من جهة وبين ثلة من المتشددين والمتزمتين من جهة أخرى بل النقاش هو بين نخبة صغيرة من الحداثيين المناقضين لطراث الأمة ودينها وبين من جهة أخرى الأمة كلها المحافظة المتدينة ومعها علماؤها كلهم ووراء ذلك وقبله وبعده ثوابت الأمة الدينية إذا تصورنا الأمر بهذا الشكل فهو مخالف جدا لما يريدونهم تصوير الأمر عليه القضية ليست في ثلة صغيرة من المتزمتين لا نريد من العلماء أن يخرجوا ويقولوا لنا هل هذه الأفكار التي تطرح الآن مخالفة للدين أم موافقة له هل الناس يلعبون الآن في دائرة الخلاف والاجتهاد أم هم يلعبون في دائرة القطعيات والمعلومات من الدين بالضرورة يعني الكلام عن الإرث الآن من تكلم من العلماء يعني عندنا أربعة أو خمسة أو ستة من العلماء هم الذين تكلمون في الإرث أين العلماء الآخرون؟ ليقولوا لنا إن أحكام الإرث أحكام قطعية ليقولوا لنا إن مفاهيم القوام مفاهيم قرآنية ليذكروا لنا أن الأسرة تبنى على تكامل فطري في الأدوار بين امرأة ورجل ليذكروا لنا أشياء كثيرة متعددة يمكن أن يذكرها لنا هؤلاء العلماء ما داموا ساكتين خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئتي أن تنقري فمن الطبيعي حين لم يتكلم أهل الخير والفضل إما لانشغالهم بسفاسف الأمور وإما لخوفهم مما لا مجال فيه للخوف وإما وإما لغير ذلك حين سكت هؤلاء خل الجو لأمثال هؤلاء الآخرين فأظهروا الأمور على أنهم هم الناطقون باسم الأمة المغربية هم المتكلمون باسم الشعب هم هم إلى غد ذلك كتشوف أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة دكتور عيسان من؟ العلماء بدون شك بدون شك هناك أشياء يعني أنا لا أستطيع أن أشرحها ولا أن أفهمها أنا كما قلت كتبت مرارا في الدفاع عن العلماء قديما كتبت مقالة رفقا بالعلماء وأقول يعني ارفقوا بهؤلاء العلماء وكذا وكذا ولكن في نفس الوقت يا أخي هكذا كتبت العلماء كلهم سواء الرسميين أو غير الرسميين جميع كل من عنده علم فهو يعلم قطعا بأن هذا النقاش الواقع الآن هو نقاش ديني يراد له أن يسمى نقاشا قانونيا أو نقاشا اجتماعيا هو في أصله نقاش ديني وفيه مساحة واسعة من ما يسمى الثوابت والقطعيات فلا مجال للتساهل في هذا الأمر ولا للسكوت فيه هوية بريس نحو إعلام هادف